حسام يوسف طبيب بيطري يبدأ يومه منذ الصباح الباكر على أصوات الأغنام في محطة بركات أبي الفضل عباس عليه السلام المختصة بهذا الجانب فهو يعمل بالقرب من تلك الحيوانات ويقوم بعنايتها حتى أصبح تربطه علاقة معها كأحدى أزاء حياته اليومية طبعاً هناك علاقة حيث أن هذه الأغنام تكون متعودة طبيعتها تتعود على شخص معين هذا الشخص باستمراره وتواجده الدائمي بالقرب من هذه الأغنام يصير هناك عدم خوف الحيوان من الإنسان وهذه بالفعل متواجدة بالمحطة حيث يكون المربي المتواجد والطبيب البيطري هم التماس مباشر مع الحيوان أعمال كثيرة يقوم بها حسام ويساعده بذلك زميله مصطفى وهو أيضاً مختص بطبابة الحيوانات إذ أعدى برنامجاً وقائياً للأغنام بتقديم أنواع مختلفة من اللقاحات وفي فترات متنوعة حسب نوعية اللقاح لتعمل على حمايتها من الأمراض والأوبئة أو اللقاحات اللقاحة بالمحطة اللقاح الأف ام دي البروسيلا البوكس البي بي آر وبعض اللقاحات الحفاظ عليها انتيرتوكسيما طبعاً للسيطرة عليها من الأمراض التي تواجد باستمرار حسب المواسم الموجودة محطة لزيادة وتحسين السلالات المحسنة من الأغنام في البلاد تبنتها العتبة العباسية المقدسة للإسهام في رقي الثروة الحيوانية الوطنية تشرف عليها طواقم مختصة من الأطباء البيطريين الذين استنفروا جهودهم للعمل على عنايتها ووقايتها إلى جانب إكثارها لكونها من السلالات المميزة اشتركوا في القناة